النهاردة احنا معنا ضيف وضيف يعني انتوا هتتبسطوا من الحلقة دي قوي لكن قبل ما اتكلم عن ضيف انا عاوز اتكلم بصفة عامة عن التحكيم التحكيم بغض النظر عنه انه حلو او وحش او فيه اخطاء متعددة ولا غير مقصودة كل الكلام ده اللي ليه واللي عليه في التحكيم احنا عندنا خلينا نقول ونعترف نقول ونعترف ان التحكيم عندنا من او حش ما يمكن وهو اللي يعني ما قالوكم مفشل المنظومة مفشل المنظومة بدليل احنا بشوف الماتشات اللي فاتت كلها انا بقصدش من ضرابعينها هل الفار الفار بيبقى سبب من الاسباب اللي بيدبس الحكم في حاجات كتيرة جدا ويرجع ويقول له مش عارف ايه وبعدين الحكم هل الحكم عنده علم لما بيشوف الزوايا هل المخرج بتاع البرنامج بيلعب لنادي ضد نادي ايوة فيه مخرجين كده وفيه حكم كده وفيه ناس بتاع البر كده وفيه اكتر من كده كمان بدليل احنا الحمد لله انا واحد لعبت حوالي 16 سنة في النادي الاهل ومتخب مصر عمر ما شفت اي رئيس سنة حكم اجنبي دي احنا كان عندنا اسادة العالم في التحكيم احنا لما شفنا التحكيم في افريقيا السنة دي الواحد البسط تقلقه جوه مصر هنا وبدو يخش في الدور العام رجع تريمة العديدة القديمة توصيات ايوة توصيات بدليل رئيس سنجد الحكام الاولاني وعند تصريح له هتشوفوه دلوقتي على الشاشة قالك ان اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري لكورة القادة انا بقوله بالفهم المليان بيفرضوا عليه حكام عن حكام عاوزين يجامل نادي على نادي والنادي ايه ضع منه دورة بسبب المواضيع دي كلها ودغطوله الماتشات وي 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 انا بقولهم انسوا النادي الاهل دلوقتي عنده مدرب بروفيشنال وحاجة تفرح عنده لعبة على مستوى عالي جدا الادارة بقى عندها وعي اكتر من اللازم كمان من السنين اللي فاتت الادارة كان بتلعب ان فيه بقى فيه روح رياضية لا ده ما فيهش روح رياضية الحكام بيجيبوها الوقت ويلعب المباراة دي رغم بقى حاكم مرة واثنين وثلاثة اللي النادي لا بيجيبوه مرة واثنين وثلاثة عشان يخسر نادي عشان يحسب ضرب الجزاء ما حصلش بش ضرب الجزاء فما ينفعش ما ينفعش عندنا مشكلة كبيرة في ملف التحكيم دايما المشاكل لما بتيجي بتيجي من التحكيم شكاوا بالجملة من الاندية كلام كتير جدا من المدربين ومن المعظم المضاريات يعني اقول ايه اقول ايه يعني الواحد مكسوف ان يقول حاجة زي كده دي احنا اللي بدعنا التحكيم يا جماعة في افريقيا والدول العربية كان عندنا حكام عالميين فين الكابتن حسين امام فين الخولي فين علي انديل وقيسى على كده ناس كتير وكابتن محمد حسام وحكام كانوا مفيش احسن من كده واجمل من كده وكابتن محمود عثمان اقول لكم كان عندنا حكام حاجة فوق الوصف يمكن بعض الاجيال الحالية ما شافتش حكام والكابتن حسين امام ومصطفى كامل محمود ومصطفى كامل منصور اقول لكم كان عندنا حكام احنا كنا بنغز العالم دلوقتي احنا عندنا مشكلة عندنا مشكلة هتقول لي ايه المشكلة هقول لك ان النادي الاهل لما بيجيب جول او ضربة جزاء الحكم على الاربيس بتاعه بيسأل الفار بيقول له ضربة الكرة دي جات في دي يرد الفار يقول له عليه يرد عليه ايه يقول له اصل الفار عطل في الكرة دي بس في الكرة دي بس مش المفروض مش المفروض لما الفار يعتل لما يعتل الحكم بوقف في المبراء ويقول لي الفرقتين الفار عطل عشان كذا وكذا وكذا لا كلام ده بتطبع عندية الاهلي بس ايوه بتطبع عندية الاهلي بس انا بتكلم والله العظيم ثلاثة بخسملكم بالله انا بتكلم انا لا ليهم بيصلح على هنا ولا هنا انا بتكلم اللي انا شايفه وشايف التحكيم بتاعنا في اسوأ حالاته ده مش بالسنة دي ده قبل كده وده اللي مبوز المنزومة عشان كده منتخباتنا برة ما بتشوف التحكيم برة بيحسب حاجات احنا مش منتخيلينها انتو تفرجوش على التحكيم بتاعنا ولجنة الحكام ما بتتفرجوش على التحكيم برا الناس بتبقى عاملة ازاي بتتفرجوش على الفار ببقى عاملة ازاي هل الفار ده لازم ناس معينة اجيبها عشان تقول ده جول ودي ضرب الجزاء وكذا وكذا وكذا